مرحباً معكم إبراهيم زكا في هذا الدرس الجديد والذي سنتعرف فيها على طريقة مسح جهاز آيفون كاملاً طبعاً الهدف من القيام بهذه العملية هو التخلص من الصور ونجاة الاتصال والأرقام الهاتفية إلى غير ذلك قبل بيع الآيفون أو إعطائه لشخص آخر من القيام بهذه العملية سندخل للإعدادات من هنا ثم وبعد ذلك سننزل للأسفل هنا سننقر على عام ثم سنقوم بالنزل للأسفل وسننقر على إعادة تعيين وهنا متفتحها لدينا خيارات إعادة التعيين وسنختار مسح جميع المحتويات والإعدادات فسنقر عليها هنا يطلب مني كلمة المرور للقيام بهذه العملية طبعاً لكي لا يقوم شخص آخر بهذه العملية ويقوم بمسح يعني الآيفون الخاص به فالآن يطلب مني في آخر خطوة إذا كنت أريد مسح هذا الآيفون كاملاً فسنقر على مسح الآيفون ويطلب مني التأكيد مسح الآيفون ثم تبدأ عملية المسح الآيفون الآن تغطي الحال سيتم مسح الآيفون سيتم إعادة تشغيله ويعني سيتم إعادة تفعيله من جديد كآيفون جديد كما تشاهدون هنا بحيث أنه عندما يتم تشغيله سيتم تشغيله كهاتف جديد وسنرى ذلك فالآن يتم يعني إعادة الهاتف هذا الآيفون لهيئة المأصنع أو إعادته كهاتف جديد كلياً وسننتظر لتتم العملية ونضغط الحال يتم القيام بآخر خطوة وهي إعادة تعيين الهاتف لأن الخطوة الأولى كانت يمسح المعطيات والآن سيتم إعادة تعيين الهاتف لتشغيله آآ من جديد كهاتف جديد بدون أي موضعات في حيث يجب تفعيله آآ ولأبغة يعني بعد ذلك حساب آآ ايتونز أو آآ كلاود إلى غير ذلك وهو سنرى في الدرس المقدم فكما تشاهدون الآن هذه هي الصفحة الرئيسية لتشغيل أو تفعيل هاتف آآ جديد بحيث يتم إختيار اللغة لغير ذلك ونرى كيفية القيم بذلك في الدرس القادم من المزيد من الدروس يمكنكم دائماً زيارة fullfullai.com اشتركوا في القناة